أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجيل آفروف عن أمله في التوصل خلال المشاورات مع الأتراك إلى اتفاق بشأن إنهاء السيادة من وصفهم بالإرهابيين على إدلب أشدد مرة أخرى على أننا سنعارض أي محاولة لتبرير عمل الإرهابيين المصنفين كذلك بقرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة ولذلك آمل أن تنتهي اتصالات العسكريين الروس والأتراك بمشاركة الدبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات بشكل إيجابي كي نتوصل إلى وضع لا يكون فيه سيادة للإرهابيين في تلك الرقعة من الجمهورية العربية السورية ميدانيا أفادت مراسلة العرب بأن طائرات مروحية تحلق بكثافة في أجواء مدينة ريحانية الحدودية بالقرب من معبر باب الهواء يأتي هذا بعد أن سيطرت قوات المعارضة السورية على مدينة النيرب وأوقعت عشرات القتلى في جيش النظام السوري وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة دفاع التركية عن عودة تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا شمال شرقي سوريا الأرتال التركية المتضفقة إلى الشمال السورية معادت هذه الطرق سالكة ولا آمنة لعبورها بما يشبه التحدي يلاحقها قصف الطيران الحربي الروسي وقوات النظام المندفعة بشراسة للسيطرة على كامل الطريق الدولي الرابط بين حلب واللاذقية بعد أن استثبت لها السيطرة على الطريق الذي يصل حلب بدمشق يحاول الأتراك أن يحول دونها ومد اليد على ذلك الطريق فدفعوا بمزيد من العتاد خلال الأيام الماضية إلى نقاط المراقبة المحاذية استهدف القصف إحداها بالقرب من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبية وتلك منطقة وعيرة تستعر فيها الآن المعارك وتحاول قوات النظام التواخل فيها وهي لا تقف عنها بعيدا بعد سيطرتها على سراقب ومعارة النعمة ردت أنقرة بقصف مماثل لمواقع لقوات النظام في محوري سراقب والنيرب بريف إدلب الشرقية هناك حيث تقول المعارضة إنها تتقدم بحذر تلك فيما يبدو رسائل الميذان السعية بين الأتراك والروس موسكو الماضية في قضم مزيدا من الأرض وأنقرة التي تتوعد بأن ذلك لن يستمر دون أن تمنعه إلى الآن وغير عابئة بأي تحذير تحقق قوات النظام المزيد من المكاسب وتسيطر خلال الساعات الماضية على خمس بلدات في ريف إدلب الجنوبي ويسقط المزيد من الضحايا رغم كل ذلك يبدو أن الأتراك والروس لا يملكون إلا أن يواصلوا التفاوض حذر المواجهة يقول وزير الخارجية الروسي إن أنقرة وموسكو يجهزان لمشاورات جديدة لاحتواء التوتر في إدلب ويصر الوزير الروسي أن حفظ التصعيد لن يتحقق إلا بإخلاء المنطقة ممن يصفهم بالإرهابيين وتلك في ظن أنقرة الحجة التي يتكئ عليها شريكها في اتفاق السوتي ويفرض عبرها وقائع جديدة في الميدان معنا من إسطنبول حسين عبد العزيز الكاتب الصحفي السوري مرحبا حسين كيف يمكن أن نسمي هذه المرحلة على الأرض هناك تقدم للنظام وتقدم للمعارضة وفي السياسة لافروف يتحدث بنبرة إيجابية عن مشاورات مع الأتراك تجميع أوراق مثلا قبل القمة الربعية مساء الخير أخي وائل طبعا هذه محاولة لاستباق كل طرف يحاول أن يستبق ويحقق إنجازات على الأرض يمكن أن يستثمرها على طاولة المفاوضات النظام بدأ يتوجه منذ يومين باتجاه الغرب نحو غرب معارضة النعماء للسيطرة أو لتمهيد الطريق للوصول إلى أنفور ويبدو أن هناك تسهيلات تركية في هذا المقام لا يوجد مقاومة تركية المقاومة التركية وفصائل معارضة في الشمال تقريبا في تقديري أن الموضوع معقد للغاية ولا نعرف إلى أي مدى ستنجح الأمور طبعا روسيا وتركيا لديهم مصلحة بأن لا تصل الأمور إلى المواجهة العسكرية وبتلئ المواجهة السياسية وخسرت كل ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية لكن بين الفريقين خلافات كبيرة وستراتيجية أولا هذا الجميع يعلم أن اللقاء التركي أو التقارب التركي الروسي هو فرضته الضرورات الملحة هنا نقطة الافتراق روسيا تعتقد أن التحالف مع تركيا هو من أجل مواجهة الغرب الأميركي في سوريا وفي عموم المنطقة بينما ترى تركيا أن التحالف أو توجهها إلى الشرق هو من أجل إعادة ترتيب الجغرافية السورية بما يحفظ أمنها القومي وبالتالي أي تغيير في هذه الخارطة الجغرافية داخل سوريا سينعكس على مصلحة القومية العليا الروسي يرفضون هذه الرئة ويعتقدون أن ما يجري في سوريا هو مجرد تكتيك لا يغير بطبيعة العلاقة ولذلك حصل هذا الكباش السياسي والعسكري ولكن حسين في هذا الكباش لو سمحت لي تبدو تركيا في الموقف الأضعف حلفاؤها على الأرض يتراجعون ويخسرون وإن كان هناك بعض التقدم في هذه المنطقة أو تلك تركيا في هذا الكباش تبدو هي الخاسرة هل تأتي مثلا ألمانيا وفرنسا لتساعدها مثلا أم ماذا بالطبع لا لن يدخل أحد ويساعد تركيا لا الولايات المتحدة ولا أوروبا الأتراك يعني يعون هذه النقطة بشكل جيد ولذلك لا يعونون على الغرب كثيرا هم يعونون على حصول تفاهم مع روسيا اليوم النقطة الخلافة الرئيسية أخي وائل هي على نحو التالي الروس يريدون تغيير كل خارطة جغرافية في إدلب وحصر تركيا وفصائل المعارضة في الشريط الحدودي الشمالي على عمق 15 إلى 20 كم هذا ما ترفضه تركيا جملة وتفصيلا وتصر على تطبيق مذكرة سوتيشي قبل عامين ونصف التي تنص على حدود واضحة المعالم على إثرها تم وضع النقاط الـ 12 التركية مقابل السماح بفتح الطريقين الدوليين أنفر وأنفف تحت سيطرة تركيا وروسية وليس تحت سيطرة النظام يبدو أن الروس قلبوا هذه الطاولة بحجة أن الأتراك لم ينفذوا البند الأساسي وهو فصل المنظمات الإرهابية عن أرض وعرض وهذا بكرر رحول أفروف اليوم يا حسين في حال تركيا لم تستطع أن تحصل على تنازلات بين قوسين سياسية من روسيا هل تمضي في عملية عسكرية ما على الأرض يهدد بها أردوغان كل ساعة تقريبا أخي ويل هذا سؤال كبير ولا أحد يستطيع أن يجيب عليه بشكل حازم لسبب بسيط أن أي عملية عسكرية مباشرة ستؤدي إلى مواجهة بين روسيا وتركيا وتركيا هي الخاسر أمام الهيمناء الروسية الكبرى في الساحة السورية وأن بقيت تركيا بدون أي عملية عسكرية هي ستخسر من رصدها السياسي لأنها وضعت قوة عسكرية هائلة على الأرض وبالتالي هي بين حالة نوسان سياسي لا تستطيع فعل هذا ولا تستطيع العودة إلى الوراء ولذلك أعتقد أن الحضور العسكري هو محاولة لاستعراض القوة ليس أكثر دعنا أن نتذكر أن الرئيس التركي أردوغان وضع نهاية فبراير إذا لم ينسحب النظام من المناطق التي سيطر عليها علينا أن ننتظر ما بعد فبراير هل سيقوم الرئيس التركي فعلا بعملية عسكرية ربما تكون أوسع مما جرى في النيرب قبل يومين أم يتم التوصل إلى تفاهم ينهي الحال أنا في تقديري وكل المؤشرات يعني غير ظاهرة بشكل علني أن الدولتان ستذهبان إلى تفاهم جديد واتفاق سوشي جديد لكن أنا ما يهمني كمراقب أن تركيا في كل حالات هي الخاسر الأكبر على تركيا أن تجد مخرج للوضع المأزق التي هي فيه وأن تخرج من العباء الروسية لأن هذه الخسارة التركية في إدلب ستكون هي بداية الدومينو لخسارات أخرى سينتقل الروس بعد ذلك إلى منطقة غصن الزيتون على اعتبارها منطقة أضعف ومثم سيذهبون إلى دور عقرات وتركيا بعدها في سوريا كثيرون يحذرون من هذا السن شكرا جزيلا لك حسين عبد العزيز في اسطنبول